عقد وزير الطيران المدنية سامح الحفن اجتماعاً تنصقين موسعاً مع الأجهزة الأمنية والرقابية وكافة الجهة المعنية العاملة بالمطار حيث تم استعراض المعوقات والتحديات التي تؤثر على انسيابية حركة الركاب بالمطارات المصرية في ضوء ما تم رصده من شكاوى العملاء وأكد وزير الطيران المدني على أهمية التواصل والتنصق الدائم مع جميع الأجهزة المعنية العاملة بالمطار لدورهم الرئيسي والفعال في تحقيق التكامل مع سلطات المطارات لتقديم أفضل خدمة للمسافرين حيث تم استعراض كافة السلبيات والمشكلات التي يتعرض لها الركاب وكذلك متابعتها بشكل مستمر لوضع آلية واضحة ومنهجية عمل متكاملة تهدف إلى توحيد الجهود مع جميع الجهات مما يحقق مرنة وسهولة لإجراءة الركاب ويقلل من عنصر الوقت والجهد كما أكد وزير الطيران المدني على أهمية تدريب العاملين بشكل مستمر على مهارات التواصل وكيفية التعامل بحرفية مع ركاب خاصة المنصقين والمتعاملين مع ركاب فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة اللازمة لهم